تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعاملا من مديرية الخدمات والصيانة في بلدية اللاذقية شاد السبع أثناء قيامه بالغطس لتعزيل فوهة مطرية يدويا لانتشال حجر عالق في الفوهة يمنع تصريف المياه خلال الأجواء المطرية العاصفة التي تشهدها المحافظة مبارح من العالم اللي حكت على التواصل الاجتماعي وكل المشكورين أنه أنا مبارح لمنزله كان حالي طار أني لازم طبيعة عملها بس لازم أنا أضطر الأمر أني أنزل بالجورة شيء الحجرة المسكرة في التاليين مشان ما يتأدي لطوفان المحكمة مبارح والحمد لله مضت على خير وسلامة وشكرا لرفقاتي وشكرا لكل المنساهم وكل شيء ساعدني مبارح والحمد لله مضت على خير وسلامة عملنا تنظيف الفوهات المطرية وتعزيلها من الأوسخ مشان المي تصريف والمزودة منفتح عن طريق صاروخ الصرف الصحي وشيل الأجار والوسخ من جنبها ومساعدة المواطنين اللي بيكونوا غرقانين بالمي مساعدتهم وبعدنا عن أماكن الطوفان نموذج للعامل السوري الشريف الذي يقوم بواجبه لخدمة شعبه ووطنه على أكمل وجه ليصبح قدوة يحتذا بها فله منا كل الشكر والتقدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر